كان في حادثة مات فيها 15 شخص وصاب فيها 7 أشخاص تانين في حادث على طريق مصر اسكندرية وده للأسف مش أول حتى في هنقول الخمس ستة شهور اللي فاتوا كذا حادث على طريق مصر اسكندرية الصحراوي وتحديدا هي قريبة من المنطقة الحرة العمرية غرب اسكندرية وللأسف شديد لسه بيتم التحقيق أصلا في إيه السبب اللي تسبب في كم من العربيات اللي خبطت في بعض دي يعني هو كذا عربية خبطوا في بعض وزي ما قلتلكم النتيجة كانت تموت 15 شخص و7 تاني مصابين وطبعا تم نقلهم في ساعتها للمستشفى وحاليا بيتم التنسيق مع قوات الحماية المدنية لإزالة أثار الحادث وطبعا تيسير الحركة المرور تاني على الطريق الصحراوي عشان زي ما أنتوا عارفين الحادثة اللي حصلت آخر مرة اللي تسببت برضو في خسائر مهولة اضطروا أن هما يقفلوا الصحراوي أصلا بسببها لفترة والصحراوي بقاله فترة بيتقفل كتير قوي يعني بسبب الشبورة وبسبب حوادث فأنا شايفة أنه رازم يتم دراسة إيه السبب اللي بيسبب الحوادث دي لأنه لما نلاقي أنه في حوادث متكررة في نفس المكان في نفس المكان في نفس المكان يبقى أكيد في حاجة في الطريق هل بقى ده مثلا لازم يكون فيه يعني حاسة أصلا طرق ضلمة جدا هل حاولت تحصل الصبح ولا بالليل؟ بالليل دي 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 كتت بالليل بس المرة اللي خاتت كتت الصبح الصبح كتت بسبب الشبورة يعني الحاجات اللي هي الأسباب الطبيعية اللي احنا ما نقدرش مش فائدنا أنه نملكة أو أنه نعمل فيها أي حاجة تمام بس أنا أصدي على أنه الأغلبية الحادثة التي تحصل على الطريق ده بتكون بالليل وأنا شايفة أن هي بتكون بسبب أنه الناس مش شايفة هو حقيقي الناس مش شايفة وطبعا ده غير أنه الناس كثيرة بتكون متسرعة جدا تفتكري بسبب مثلا أن الطريق مش بتنور كويس ما فيهوش إضاءة كافية فالناس مش قادر أن هي تعتمد بشكل كلي على أنوار العربيات اللي مش هي دفنتلي أنا فيه طرق كتيرة مش هقول الصحراوي حتى بس دفنتلي أنا الصحراوي أنا ساكنة مش بعيد جدا قوي عن طريق مصر السكندرية الصحراوي وفي كذا مرة أخدته وحتى بأعلى يعني أعلى إضاءة في العربية برضو أنت مش شايفة كويس وكمان الطريق أصلا سرعيته سريعة جدا فبيحصل مشاكل كتيرة جدا دايما في الطرق السريعة دي بذلك أنه طريق سفر أصلا فالناس دايما بتكون بتجري جامد جدا فعايزين أن احنا برضو نقول الناس يعني خلي بالكو وحاولوا على قد بتقدروا أن أنتو ما تدودوش سرعة العربية علشان أمانتكو أمانت برضو الناس اللي حواليكو أنا عايزة أقول برضو أن أنا مبارح كنت جاية من المؤطم من ناحية كده مدحف الحضارة المصري وكان في حدثة جبيرة جدا عربية نقل محملة رمل كانت مدلوقة وقفلة سد الطريق بالعرض قدام المدحف على طول سد بالعرض تماما العربيات مش عارفة أن هي تعدي فحصل فجأة تكدس جامد جدا في الطريق طبعا ما بين أن الناس مش عارفة أصلا أن هي تعدي من الرمل اللي وقع على الأرض وخلاص هدم الأرض كلها مش عارفين أن احنا نعدي منه وما بين أن الناس بقى اللي قاعدة بتحاول أن هي تطلع تسوّق من العربية بتحاول أن هي تشوف حل ففجأة بقت الدنيا زحمة جدا ده كان الساعة كم مثلا كان الساعة 11.30 بالليل تقريب ده برضو من الحاجات اللي أنا بشوف أن هي لازم يكون فيه يعني لازم يكون فيه إجراءات للموضوع ده أنه أصلا فيه طور مش المفروض تمشي عليها تريلة أو عربية نص نقل 11 بالليل يعني لازم يكون يأما ليهم طريق مخصص يأما يكون ليهم موعيد مخصص أنه هما يطلعوا مش مش توقيت بيكون فيه يعني ناس كتير في الشارع أو عربيات كتير في الشارع يعني أنت عرفت البكرة كبان أن فعلا الطريق ده هو مش طريق رئيسي يعني ولا هو دائري ولا محور ولا كوبريكتوب فهو طريق يعني فرعي ساكني وفرعي وضيق ومش هيستوعب مهما حصل أن عربية محملة رمل تمشي فيه عربية كبيرة ضخمة ثقيلة تمشي فيه وتمشي فيه بسرعة وغير كده كمان بقى تتقلب وتعمل مشاكل أو حتى تغبط عربية يعني متخلل لو عربية نقل بالحجم ده لمست عربية ملاكية عادية جدا هو ببساطة بس لو التريليا دي مثلا أخدت يوترن هي حرفين اليوترن بتاعها بياخد كل الأربع حارات بالكامل بالعرض فأنا مش شايفة أن العربيات دي أصلا مفروضة أن هي تبقى محملة أي حاجة أو بتتحرك إلا في أوقات معينة إما يكون ليهم زي طرق مخصصة زي مثلا على الصحراوي بيكون ليهم لين لين للعربية النص نقل وبرضو أصلا كتير قوي طرق هتلاقيها في مصر مكتوب عليها ممنوع مثلا سير النقل كذا كذا أو النقل بعد الساعة كذا كذا مظبوط أو العربية تكون طولها ماكسيمم كذا 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 بالضبط بس بقى مش كلا مش كل الناس بتابايد باي القوانين دي فلازم يكون فيه يعني عواقب جامدة أو يكون فيه مخالفة جامدة أو ضريبة على الكلام ده عشان الناس تبطل تعمل كده هبة كمان بتقول لنا المفروض النقل الليه وقت يمشي فيه وديه حقيقة المفروض أن النقل الليه وقته اللي هو من بعد الساعة 12 بالليل بس هم من الأسف بيحاولوا أنه هم مثلا تبقى ساعة 11 12 وربع يتحايلوا على المقر فيمشوا بدري شوية فيلحق الدنيا قبل ما زحمة النقل فحصل طبعا الموضوع بيكون فيه كده يعني الناس مش ملتزمة أوي وديه حاجة فعلا بدايق جدا للوحي